موسيقى السلام عليكم وصدى الله أوقاتكم بكل خير أحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفتنا لهذه الحلقة الأديبة العربية من الأردن الدكتورة سحر مرس عنوان حلقتنا لهذا اليوم الكتابة بين العلم والأدن قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية أهلا بكم موسيقى منحت جائزة الشيخ حمد للإنجاز والتفاهم الدولي بنسختها الثالثة المفكر العراقي الدكتور عبدالجبار الرفاعي جائزة الإنجاز في اللغات الشرقية وذلك عن ترجمته من اللغة الفارسية في مجلته الرائدة قضايا إسلامية معاصرة والتي تصدر عن مركز دراسات فلسفة الدين في بغداد فاز مخرجان عراقيان بجوائز فئة المهر الخليجي القصير في النسخة الرابعة عشر من مهرجان دبي السينمائي التي اختتمت مؤخرا فقد فاز فيلم سبية لضياء جودة بجائزة لجنة التحكيم بينما فاز فيلم أرض الآباء للمخرج علاوي سليم بجائزة أفضل فيلم في تلك الفئة أطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب ثلاثة مجالات جديدة إلى جوائزه الثقافية الإبداعية وهي جائزة أفضل كتاب في مجال تحقيق التراث وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل وسينتهي تقديم إلى جميع جوائز المعرض في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول الجاري مهلة المشاركة بالنسبة لدور النشر والمؤسسات والمنظمات والجمعيات المختلفة في معرض البحرين الدولي للكتاب بدورته الثامنة عشرة المعرض الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار سينطلق العام المقبل ابتداء من الثامن والعشرين من شهر آذار ولغاية السابع من نيسا تبدأ اليوم في الرباط الطبعة الرابعة من معرض احتفالية الحروف لمشاركة خيرة الخطاطين من أجيار ومشارب مختلفة ويسعى المعرض لأن يعكس تنوع الملامح الجمالية والأساليب والوسائل الفنية والتقنية والجمع بين مظاهر الأصالة والعراقة وتمثيل لغة العصر وفنونه انطلقت في الشارقة فعاليات الدورة الثالثة عشر من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل بمشاركة ثماني فرق مسرحية ستتنافس على جوائز المهرجان فيما سيصاحب العرض المسرحية ندوات فكرية وأخرى تطبيقية وعديد الفعاليات المصاحبة والتي تستمر حتى التاسع والعشرين من شهر كانون الأول الجاري أعلن في باريس عن الفائزين بجائزة الألكسو الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية بدورتها الأولى حيث حاز الأستاذ الدكتور أحمد المتوكل من المغرب على جائزة المركز الأول في فئة الدراسات اللغوية بينما حاز الأستاذ الدكتور عباس عبد الحليم من الأردن على الجائزة الأولى في فئة الدراسات المعجمية أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفتنا لهذه الحلقة الأديبة العربية من الأردن الدكتورة سحر مرص موضوع حلقتنا هذا اليوم الكتابة بين العلم والأدب مرحبا بك سيد دكتورة سحر ضيفة على فضاءات أهلا بك وبجمهور فضاءات أهلا بجمهور الوطن العربي والعالم كافة أسعدت مساء حياك الله حياك الله دكتورة سحر نبدأ الخيط أو نمسك الخيط من البداية أنت درستي الصيدلة في جامعة دمشق نعم وحصلت على البكريوس والصيدلة نعم ومارستي هذا العمل في أكثر من موقع طبعا في الأردن نتحدث عن البدايات كيف بدأت لديك الكتابة؟ هل أثناء الجامعة؟ قبل الجامعة؟ بعد الجامعة؟ هاجس الكتابة بدأ منذ الطفولة فقد تشبعت بقراءة الروايات العالمية وكان نبراسي تشارلز ديكنز كنت أقرأ له بشغف أيضا قرأت تولستوي وقرأت غيره كنت أعرف منذ الطفولة أن الأديب هو عالم خاص ينقل إلى عوالم خاصة ولذلك كنت قد وضعت في ذهني أنني سأكون أديبة لكن عندما كبرت قليلا وتفتح وعيي بدأت أدرك أنني أريد مهنة حقيقية أنا كأنثة كي أعيش منها أشق دربي وأيضا أخدم أخدم الناس يعني هاجسي دائما كان حول الإنسان بالنسبة عندما تخرجت من المدرسة الثانوية احترت وقفت حائرة ماذا أدرس؟ كان في ذهني العديد من المشاريع علمنا في الصحافة أدب عربي طب صيدلة ولكني وجدت نفسي لا أستطيع أن أقوم بمهنة الطب ربما لرقة مشاعري فاخترت الصيدلة ولم أندم على هذا الاختيار لأنني دخلت إلى الإنسان والعالم بشكل عام من خلال مادة الكيميا ومن خلال الدواء فكان هذا الإبحار في هذا المجال فتح آفاقا كبيرة في حياتي طبعا منذ الطفولة وأنا أكتب كنت أكتب خواطري ومذكراتي وما زلت أحتفظ بهذه المذكرات منذ كان عمري عشر سنوات نعم يعني هناك كتابات في تلك المرحلة ناضجة نعم هي مذكرات من جهة أخرى خواطر نعم أما بالنسبة لدراسة الصيدلة فلا تسلمي عن هذا الموضوع يعني الواقع أنني يعني ما أسألك عن الاختيار أم لا كيف قضيت سنوات الصيدلة الواقع أنا ما يهمني في موضوع الصيدلة نعم أنا أسأل عن الكتابة نعم هل هناك كانت كنت تمارس الكتابة أثناء الجامعة نعم نشاطات الثقافية هل كانت تقامت شاركين في نشاطات الثقافية أثناء دراسة الصيدلة فعليا لم أشارك بالجامعة والنشاطات ولكن نعم يعني بصراحة أقولها أثناء المحاضرات كنت أشرد في ذهني أمسك ورقة وقلم وأبدأ بكتابة قصة كان يغذي خيالي أن المشرحة في كلية الطب هي في كلية الصيدلة نعم فصباحا ومساء أمر على هذه المشرحة وأشعر برعب وقد أوحت لي هذه الجثث بكتابة الكثير ولذلك حتى في غرفتي في بيتي كنت ترى كتب الصيدلة مع كتب مكسيم جوركي مع ديستوي فيسكي بحيث أنه كان هناك نوع من الخلط يعني كنت تقرأين كتابات هؤلاء العمالقة في الأدب نعم وأدرس الصيدلة الدروس المنهجية للجامعة نعم نعم ولم أصدق متى انتهيت من كلية الصيدلة هذه المشاهد الآن المشرحة هل انعكست على كتاباتك فيما بعد؟ نعم ظهرت في أكثر من قصة يعني في إحدى القصص كتبت عن الغربان كنت أرموز للقضية العربية وكيف تناوشتها الغربان فكنت أمثل الجثث وكيف يتكالب العالم على الوطن العربي نعم انعكست جيدا أنت أنجستي لدراسة وخلصت الدراسة في جامعة دمشق عام 79 نعم حصلت على البكاريوس نعم وأول مجموعة قصصية صدرت لك هي شقائق النعمان نعم شقائق النعمان طبعت في عمان أظن في الأور نعم طبعت في عمان 89 الواقع قبلها بدأت بإصدار كتاب علم العقاقير وهو كتاب منهجي يتحدث عن النباتات الطبية كان مقررا في كليات المجتمع فالعلم كتبت العديد من القصص تجرأت وأصدرتها في مجموعة الأولى شقائق النعمان جميل تجرأت دائما الكاتب الشاعر الأديب بشكل عام نعم أن يكون متخوف نعم يعني عالثا ما يعني يعتريه الخوف وهو يصدر أول عمل أول منشور نعم ودي أن أسمى منك شعورك دائما يعني هذا الوليد الأول عندما يصدر ينتاب الأديب بتوى كان شاعر أو قاص أو رواعي شعور يعني يصعب وصفه كما قلنا المجموعة القصصية الأولى اللي كانت شقائق النعمان صدرت عام تسعة وثمانين كيف تعاملتي مع هذا الوليد الأول في الأدب يعني في الواقع الوليد الأول كان يعني الكثير بالنسبة لي عندما صدرت المجموعة الأولى عن دار الكرميل حملت المجموعة وهرولت إلى منتز عمان قومي الذي كنت أطلق عليه الغابة كان هناك مسكني ومعبدي الواقع أنني إنسانية أحب الطبيعة جدا فكنت باستمرار أذهب إلى الغابة وأجلس وأتأمل في العادة كان يرافقني كتاب طاغور فعندما ذهبت هناك كنت أجلس تحت شجرة هذه الشجرة كنت ألقبها أمي مع أن أمي كانت حية أنا ذاك فهرولت وعنقت الشجرة ووضعت الكتاب فوقها كانت محنية قليلا قلت لها هذا مولود الأول الأدبي والفكري ثم جلست ورحت أقرأ لها يعني كثير من قصص هذه المجموعة ولدت تحت تلك الشجرة نعم كثير من القصص ولد في الغابة كنت أنا ذاك تلك الفترة كنت أدرس في كليات المجتمع فبعد إنهائي من الدوام أقود عربتي وأذهب إلى الغابة أجلس لساعات ثم أرجع إلى بلتي هذه المجموعة الأولى هل احتوت كتابات ما قبل الجامعة أثناء الجامعة أم فقط مرحلة ما بعد الجامعة لا الواقع هذه فقط الكتابات التي كتبتها كانت حصيلة تلك السنوات نعم كنت قد تعرفت إلى الكاتب والأديب محمود شقير وهو أديب معروف على مستوى الوطن العربي والعالم كان هناك نوع من تبادل الكتابات فكان يقرأ لي وقد شجعني على إصدار هذه المجموعة أما ما قبل الجامعة فهو طي الرفوف والأدراج في بيتي نعم لم أنشر منه شيء كما قلت أنك درست مادة الصيدة في كلية المجتمع من كليات المجتمع نعم من كليات المجتمع نعم أثناء المحاضرات لا شك أن الأديب يعني شاء أم أبا أنه تنعكس على سلوكه وأسلوبي في الحياة النوازة والرغبات الأدبية الثقافة الأدبية تنعكس حتى عندما يدرس المادة العلمية هذا الحال هل كان أيضا مع ساحر ملص؟ نعم يعني أعترف أنه نعكس بشدة نعم وتجربتي التعليمية كانت تجربة ثرية جدا فقد كان في بالي أريد أن أغير هؤلاء الطلبة إلى الأفضل هناك مقولة إنساء أو معلم مصنوع أو مطبوع نحن في الوطن العربي وفي كل عالم نحتاج إلى المعلم المطبوع وليس المصنوع نعم في أعماقه يكون هناك قدرة على العطاء والعلم أنا كنت أبسط المادة العلمية بطريقة أدبية يعني كانت محاضرتي ثرية وكان العديد من طلبة الكليات الأخرى يحضرون محاضرتي طبعا هذا لم يمنع أنني كنت شديدة شدة في صالح الطالب من أجل أن أخرج يعني الآن أحمد الله بعد هذه المسيرة يعني نحضرون هؤلاء الطلاب من أجل استمتاع نعم بالمحاضرة نعم نعم نطلوب منهم منهج لا من أجل الاستمتاع منهج دراسي نعم نعم من أجل الاستمتاع وأحمد الله يعني على ما فعلت في حياتي الآن لدي الكثير من الطلبة والرصيد من المحبة فقد صنعت رجالا ونساء أعتز بهم كيف كان أصداء المجموعة الأولى في المشهد الثقافي؟ الحقيقة أنها أثار الضجة نعم المجموعة الأولى ركزت على عدة عذابات منها عذابات المرأة ومعاناتها معاناة الإنسان الفلسطيني معاناة الإنسان المظلوم بشكل عام نعم ردة الفعل كانت البعض أيدها وفهمها ما أريد والبعض كتب عني من يتهمني بأنني أنا إنسان ضد الرجل ومنحازة للمرأة الواقع أنا منحازة للحياة والحق والإنسان وضد الظلم بكل أنواعي يعني نقات كان ينظر لك هذه النظرة من المجتمع ومن قرأ المجموعة القصصية نعم ولا أخفي البعض يقرأ نصف ما هو موجود نعم ويقرأ ما يريد يعني أنا لدي قناعة أكيدة وراسخة القارئ هو جزء من الكتاب أنت تقرأ كتاب ما وأنا أقرأه نعم كل مننا يفسر بطريقته الخاصة ولذلك يعني إن أردت أن أبحث عن بعض الثغرات أقول هذا الكتاب مليء بالثغرات أو هو ضد الرجل أو ضد المرأة والعكس صحيح نعم فالمتلقي يعني يشارك في القناة نعم انتقلت من العمل القصصي للعمل الرواي بعد سنتين أصدرتي أول رواية نعم أكل الجبل نعم كانت الانتفاضة نعم نعم وكنت متحمسة والجميع كان متحمس يعني كانت الرواية تتناول الانتفاضة الفلسطينية نعم تحدثت عن المخيم الفلسطيني من خلال طفلة اسمها زهرة وبدأت يعني أدخل إلى بيوت الفلسطينيين وأتحدث ماذا يجري وكيف هناك نوع من النضال سريا فكانت هي الأولى طبعا كتب عنها الناقد أحمد المصلح في جريدة الرأي وقال أن هذه الرواية يجب أن تأخذ بعين الجدية وهي يعني ترقى على بوابة العالمية لكن للأسف يعني لم يلتفت لها الكثير ولم يعني أنا دوما الدرجة الأولى التي أهتم بها هو قاري يعني ناقد واحد فقط أعطى الرأي في هذا الرواية أكثر من ناقد لا أكثر من ناقد صحيح لكن هذا الناقد أخذها بعين الجدية وقال أنها يعني تحدث الصحيح أنني أدخلت فيها أشياء كثيرة رجعت إلى كتاب الموتى عند الفراعنة وتخيلت الإنسان الفلسطيني كيف لو دخل هذا العالم كيف سيحاكم يعني صحيح كان فيها فانتازيا وكان فيها ألم وكان فيها نوع من العرض للقضية وكان فيها تعاطف كبير مع الشعب الفلسطيني يعني قلت هذه الرواية لم تأخذ الصدى الذي تستحقه لم تأخذ وفعليا فعليا يعني أنا صحيح هناك فيما بعد تم عمل دراسات عن العديد من كتبي ورسائل جامعية ولكن وصلت إلى مرحلة كما يشاء الناقد نعم السنوات التي عقبت إصدار الرواية لم تصدري الرواية يعني سنين طويلة بقيت انتقلت إلى أو عدت إلى كتابة القصة القصيرة وعذرت عدة مجاميع قصص قصيرة قبل أن أتحدث عن القصص القصيرة أنه توقف هذه السنوات عن كتابة الرواية هل هو ورد فعل لأن الرواية لم تأخذ هذا الصدى أم يعني تحول طبيعي أنك تعودين إلى كتابة القصة لم يكن في البال هذا الأمر كل ما هناك أنني أعترف أنني كنت نزقة عاطفية جداً أتفاعل مع الحياة بطريقة مجنونة ولذلك كانت القصص القصيرة تستوعب لدي هذا النوع من الكتابة يعني الرواية تحتاج إلى تعقل تحتاج إلى صبر تحتاج فمن الطبيعي أنني أصدرت فيما بعد العديد من المزموعات القصصية نعم يعني بقيت حوالي عشر سنوات تصدري قصص ثم أصدرت الرواية الأخرى عام 2004 تقريباً نعم نعم أكثر قليلاً نعم أصدرت بعدها أكثر من الرواية لكن أيضاً عدت إلى كتابة القصة القصيرة نعم نعم يعني هذا المراوحة المراوحة بماذا تفسر يعني أنا لا أصدرت هل هي بحث عن الذات وبحث عن ما هو يناسب سحر ملص تحاول أن تبحث عن نفسها عن ذاتها أين في الرواية أو في القصة الواقع أن البحث أنا لا أبحث عن ذاتي الشكل الأدبية بحث عنه جميل لأنه عندما أكون منفعلة تنسكب القصة سواء كانت قصة قصيرة أو قصة للأطفال يعني كتبت للأطفال أو خاطرة فأنا لم أشاء أن أقول بذاتي في قالب محدود تركت لذاتي الحرية أكتبي ما شئتي نعم هي الكلمة يعني المهمة الكلمة الاصدارات الأخرى الرواية نعم كيف كان انعكاسها طبعا قلت الرواية الأولى أنه لم تأخذ حقها في الترويج في الدعاية في الانعكاس على المشهد الثقافي نعم الأعمال الرواية الأخرى كيف كان حظها من أفضل أفضل بكثير من الصدى في المشهد نعم كتبت العين الزجاجية العين الزجاجية تناولت قصة حياة طفلة نعم عاشت ما بين دمشق وما بين عمان خبرت الحياة بأشكالها العديدة ثم وصلت إلى نتيجة الطرق على بوابة السوفية هذه الطفلة سحر ملاص؟ لا ليست أنا معني فعليا أنا واصل يعني قد وصلت إلى هذه النتيجة نعم يعني أنا جربت الحياة بحلوها ومرها وتفت في بلدان العالم وكانت تجربتي غنية في الحياة الآن بالفعل أنا أترك باب السوفية وأجد لأن السوفية كما أراها هي عين القلب نعم إذا تفتح القلب سترى أشياء كثيرة في الحياة أجمل وأعمل هل كل من يأخذ هذا اللون ما يسمى السوفية ينظر مثل ما تنظر سحر إلى هذا المنهج وهذا الاتجاه؟ لا أستطيع دفاعا غيري ولكني متأكد أن الجواب لا لأن السوفية كلمة واسعة وكل يفسرها بالطريقة التي يريد أنا شخصيا سعيدة حاليا بي أستطيع أن أقول أنني قد وصلت نوعا من الحكمة في حياتي كامرأة أموري مستقرة بفضل الله تفكيري فهذا النج قد بدأ يقربني لا أريد أشياء الحياة قد جربت وعرفت أريد ما هو وراء الحياة التجربة الأغنى والأكثر ثراءا والتي هي مستقر لنا لاحقا نعم أنت قلت هذه الرواية نعكس عليها طابع الروح الصوفية نعم لدى الطفلة التي كتبت عنها نعم أصبحت شابة طبعا فيما بعد بدأت طفلة طفولتها توزعت ما بين عمان ما بين دمشق أولا ثم عمان ثم كبرت فيما بعد يعني وصلت إلى مرحة يعني ماذا أردت أن توصليه من خلال هذه الطفلة خلال التناقل المنهج الصوفي أو خدت الخط الصوفي مثلا في الحياة أردت أن أوصل رؤيتي للحياة نعم نعم يعني أنا أؤمن بهذا المنهج وللعلم منذ طفولتي هذا السؤال منذ الطفلة كان يؤرقني أريد أن أعرف الله لماذا خلقنا ما هو المطلوب مننا في هذه الحياة وكنت أخطت لحياتي أن تكون ثرية ولا أكون امرأة عابرة في الحياة أني أرجو أن أكون قد أوصلت بعض الرسالة لأن الرسالة كبيرة في حياة الإنسان وأين هذه الطفلة الآن التي أصبحت فيما بعد امرأة هي في طريقها إلى النور نعم أريد أن أطمئ نعم جميل نكمل بعد الفاصل دكتور أصحر معذرة شكرا فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفتنا لهذه الحلقة الأديبة العربية من الأردن الدكتورة سحر ملس موضوع حلقتنا لهذا اليوم الكتابة بين العلم والأدب أعود لك دكتورة سحر نكون نتحدث عن المنهج الصوفي وهذه الروح التي يعني تملكت أو انعكست على أول أو نستطيع أن نقول أول عام الرواي بعد فترة من القطاع نعم فيما بعد المجاميع القصاصية يعني هذه الرواية قلتي أنه انعكس عليها المنهج الصوفي والروح الصوفية المجاميع القصاصية التي أيضا تراوحت بين العمل الرواي ثم يعني انتقلت بعد كتابة الرواية الأولى أو العودة إلى كتابة القصة المجاميع القصاصية هل تملكها أيضا هذه الروح الصوفية أم فقط بقيت في طي الرواية لا بقيت في الطي الرواية نعم المجاميع التي كتبتها كانت عن قهر الإنسان وركزت على قهر المرأة يعني أنا أعترف أنني كتبت كثيرا عن المرأة لأنه إن حصلت على امرأة واعية ناضجة حرة تحصل على وطن وأوطان حرة الأساس المرأة هي المربية وهي الأموار نعم نعم فالمرأة احتلت مساحات كبيرة في حياتي الكتابة عنها والحديث عنها وعن آلامها يعني المرأة يعني أفهم من خلالك أنه تحدثي في بعض المجاميع القصصية في الرواية عن قهر المرأة نعم يعني في أي ميدانة نحن نلاحظ في البلاد العربية أنه المرأة مسؤولة أو مدير عام وزيرة عديبة طبيبة يعني كيف نفهم أنه المرأة مقهورة بالمجتمع العربي وهي تمارس كل يعني هذا الدور في المجتمع على المستوى الرسمي ومستوى الاجتماعي هناك ما يسمى عينة أو سامبل نعم بلغة الأدوية العينة هي ممثلة بالنوع نعم يعني هل تعتقد بأن المرأة في كل العالم العربي هي وزيرة أو طبيبة أو معلمة أو أبدا نهو لا يمكن هي فئة محسب الظروف دعني أتحدث إليك نعم يعني قبل أيام فقط قد انتهيت من قراءة رواية واسيني الأعراج نعم التي تتحدث عن مي زيادة صحيح يعني مفجع ما قرأت مع أني لم أتفاجأ نعم مي زيادة لم يشفع لها لا ثقافتها ولا اسمها ولا علمها أنها وضعت كيديا في مستشفى الأمراض العقلية هذا أولا ثانيا من كانوا حولها قد انفضوا وتركوها وحدها لم يدافع عنها أحد يعني حتى في الرواية هو ذكر أسماء أدباء لم يسأل عنها أحد باستثناء أمين الريحاني نعم أنا نفسي وهي نفسها طرحت هذا السؤال يعني هل المرأة لا يشفع لها تظل عنصرا يعني الأضعف في الحياة فأنا لا أعتقد أن المرأة حصلت على كل حقوقها حقوقها لا أقول ما تريد ولكن حقوقها وبرأيي الحرية لا تمنح الحرية تأخذ المرأة يجب أن تكون واعية ولذلك يعني أنا ما زلت يعني أشاهد كثير من القهر جرائم الشرف التي تحصل في بلادنا هذا ليس نوعا من القهر أنا أريد أن أتوقف عند موضوع ميزيادة يعني ما كتب عنها في تلك المرحلة لأنها السنوات الأخيرة والأيام الأخيرة عاشت الطرابات نفسية حتى يقال أنه كانت هي ترفض الضيوف حين كان لديها صالون في القاهرة وتستقبل أدباء الكبار ومن ضمن يعني رواد صالون ميزيادة اللي هو عباس محمود العقاد نعم نعم وطه حسين وطه حسين لكن أكثر يعني أكثر انصهار مع هذا الصالون كان العقاد ويقال أنه كان يميل لها وجدانية نعم ما كتب عنها أنها عاشت طرابات نفسية في سنواتها الأخيرة يعني هل هذا مزيف هذا التاريخ أنه لم تكن تعيش طرابات نفسية يعني أنا أقول بصراحة في هذا العصر وفي كل عصر نعم كل إنسان معرض لنوع من الاضطرابات العصبية أو النفسية نعم فما بالك بامرأة فقدت الأب الذي كان السند ثم الأم ثم جبران خليل جبران نعم وبقيت وحيدة حتى عندما تقرأ السيرة الرواية اسمها ليالي إزيسكوبيا وهو الاسم المستعر الذي كانت تكتب في البداية الآن إنسانة فقدت كل هذا الفقد وعاشت مرهفة الإحساس هل لا يصح لها أن تصاب بإنهيار عصبي؟ هناك فرق يعني أنا أتحدث وبصراحة وأدافع عن ميز زيادة وأنا سمعت من خلال تقولين عن رواية واسين لعرج أنه قال أنها بكيد أنه كانت أمالية كيدية أنها نقلت إلى مستشفى المعظم نفسي نعم لأنها أحبت ابن عمها وفيما بعد يعني عندما بقيت وحيدة هو لم يبادلها يبدو الحب وكان نوع من الدجل عندما استعانت به كي يحضر إلى القاهرة ذهب وطالب منها أن توقع نوع من الوكالة بأن يكون وكيلاً لأملاكها ثم أحضرها للبنان وأدخلها مستشفى الأمراض العصبية فأنت العصفرية نعم مروفة نعم فأنت تقول هل تلك كانت إشاعات ربما كانت مصابة بكآبة هناك فرق ما بين الاكتئاب وما بين الجنوم ولذلك يعني عادي عادي أن تصاب وأنا أقول وهذه الحقيقة إذا وقعت امرأة أو شاب أو أي إنسان بهذا المرض الحريب من حوله أن يقف من حوله لا أن ينفض أطلت عليك حوله أبدان بالأكس بالأكس أنت عملت أيضاً مدربة للقصة في منتدى أو مركز سلمة الأميرة سلمة في الأطفال في مدينة الزرقاء الأردنية نعم يعني التدريب كيف يكون القصة هو أدب يعني نتاج روحي نفسي فكري كيف تكون أنها تحول إلى مهنة أنا أعرف أن التدريب يجب أن يكون هناك منهج علمي القصة هو نتاج روحي فكري تمام إبداع موهبة نعم يعني هل يمكن للموهبة أن تعلم أو تدرب هي ليست تعلم نعم يعني هي نوع من التهديب الواقع كل إنسان في طبعه ممكن أن يكون قاصا الأطفال يعني الأطفال موهبة كبيرة الأطفال مجال بصراحة عندما عملت في هذا المجال كنت سعيدة جدا لأني قد وجدت ذاتي فأنا مع بيئة خصبة لأنثر ما أريد من الأفكار وأستخرج وللعلم إحدى الطالبات أو الطفلة كانت سدينا الشيشاني هي حاليا يعني معروفة على مستوى الأردن تفوقت كثيرا وفازت بالعديد من المسابقات أنا لم أكن في عملي كمدربة للقصة لم أكن أبدا أستاذة كنت طفلة معهم هي انطلقت من خلال التجريب لم تكن لديها الموهبة أصلا لا لديها أبدا الموهبة موجودة الموهبة لا يراهن عليها نعم ولكن كل ما هناك أنت عليك أن تحفز الطفل وتستخرج كل ما في أعماقه بأسلوب قصصي بأسلوب بحيث أنه تأخذه إلى طريق أبجديات القصة فأنا ما كنت أعلمهم أن يكتبوا قصة تقييدية أنا كنت أنظر ماذا في أعماقهم وقد حصلت على مواهب جيدة قلنا في مرحلة ما بعد الجامعة نعم انشغلت بإصدار المؤلفات العلمية التي تختص بدراسة الصيدلة نعم والمعادلات الكيميائية لتخذير الأدوية نعم هل استفدت من الأسلوب الأدبي أو من اللغة الأدبية التي تمتلكينها في كتابة المؤلف العلمي هل انعكس الأدب على المؤلف العلمي باستثناء كتابي الأول كتابي الأول كان جافا في العلم طبعا يعني هذا الوحيد الذي نجى من الأسلوب الأدبي أما ما عدا ذلك وحتى محاضراتي نعم عندما كنت أنه لم يسعف الحظ نعم نعم كان جافا كنت متأثرة بأسلوب جامعة دمشق العميقة في ترجمتها للغة العربية فصبغة بذلك الطابع نعم كتبت أنت أيضا عن أدب المكان نعم ماذا يعني المكان للأدب؟ غالبا ما يعني الشاعر الروائي القاص هناك تعلق بالمكان نعم يعني مريد أن نسمع من خلال دكتورة ساحر ملص كيف تنظر إلى المكان يعني أنت فتحت لي بوابة كبيرة لا أدري كيف أنفذ منها المكان هو الروح المكان هو التاريخ الذي أقرأ من خلاله حضارات كثيرة يعني سأصارحك القول عندما كنت أذهب وما زلت إلى مكان جديد أشعر أن روحي تنطلق من جسدي وتحلق في هذا المكان أنا أفهم الحياة من خلال المكان عندما تذهب إلى أي موقع أنا حاليا عندما دخلت إلى هذا الأستوديو حاولت أن أفهم شخصيات العاملين وحضرتك من خلال ما أراه ماذا وجدتي؟ ماذا وجدتي؟ هناك روح عالية هناك بعض انكسار منعكس هذه حقيقة نعم ربما لأننا ننتمي لأبلدان محتلة نعم 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 أثرت في أماقي هذا الشعور ولا أريد أن أدخل بتفاصيل أكثر نعم المكان كتاب مفتوح أنا أوغل من خلاله وأقرأ أشياء عظيمة أنا لا أكتب بقلم عندما أذهب إلى مكان ما أنا أكتب بروحي والكثير ممن قرأوا لي ذاكرة المكان التي كانت تصدر في مجلة عمان نعم عن أمانة عمان الكبرى ثم حولت إلى كتاب عبق التراب الكثير ممن قرأوا لي من بلدان العالم العربي يعني اندهشوا وبدأت المراسلات ما بيني وبينهم مثل الناقض محمد معتصن وغيره أيضا من العراق قد وردتني الكثير من الرسائل لأنني أعطي يعني لا أعطي للمكان روحا بل هو يعطيني روح جديدة أكتب بها فلا إنسان لا يوجد إنسان بدون مكان ولذلك كانت تجربة غنية وأصدرت كتاب آخر ليس عبق التراب عن رحلاتي سواء الداخلية بالأردن أو الوطن العربي أو عالميا سفر الرحيل نعم أنت أيضا كتبتي بإضافة إلى مؤلفاتك الأخرى مؤلفات علمية قصص قصيرة رواية كتبتي للأطفال نعم حسب معلوماتي نعم أيضا كتبتي سير ذاتية لمجموعة من شخصيات نعم أردنية عربية نعم هناك من يسمي هذا الكتابة أدب السيرة نعم وأظن حسب معلوماتي البسيطة أنه لم يأخذ هذا اللون من الأدب حقه أو ربما أنه هناك يعني طراب أو قلق أو عدم استقرار على تسمية ما يكتب عن السيرة أدب يريد أن نسمع وجهة نظر سحر ملص في موضوع أدب السيرة أو ما يسمى أدب السيرة يعني أولا هناك السيرة الذاتية والسيرة الغيرية نعم ما فعلته أنا قد كتبت السيرة الغيرية نعم وهي سيرة مختصرة منهم أسيدة هيفاء البشير و الدكتور عبد الكريم غرايبة هيفاء البشير رئيسة منتدر وعاد الكبار نعم 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 يعني أنا أرى عكس ذلك السيرة هي عبارة عن مجهر يظهر لك تاريخ الإنسان يظهر لك الحقبة التاريخية التي عاش بها يلون لك يظهر أطياف المجتمع العقبات الأزمات يعني أنا أرى غير ذلك وأحب قراءة السيرة الذاتية هو يمكن أن يكون كتاب تاريخي كيف نميز بين كتاب تاريخي وكتاب أدبي التاريخي يكون جاف نعم السيرة الذاتية فيها حياة ونبض يعني فيها إيقاع هذا يرجع لكاتب السيرة سواء كتب سيرة يرجع إلى أسلوب الكتابة أسلوب الكاتب نعم أسلوب الكاتب بعض السيرة تكون جافة والبعض غير قادر عن تعبير عن ذاتي ولذلك يلجأ للآخرين في كتابة سيرة لذلك هناك تميز بين الكاتب والأديب نقول هذا كاتب وهذا أديب أديب عندما يكتب بروح نعم بروح محلقات بصورة نعم نعم تنعكس العذوبة على كتاباته غير ما يكتب نعم الكاتب العادي نعم يعني حصلت أيضا على جوائز حضرتك نعم عن كتاباتك جوائز كثيرة توقفت عن جائزة الإذاعات الإذاعات تونسية نعم مهرجان الإذاعات مهرجان الإذاعات العربية في تونس نعم نعم مهرجان الإذاعات الجائزة الفضية القصة اللي هي بايع الأنتيكة بايع الأنتيكة حولت هذه القصة فيما بعد إلى عمل درامي نعم الجائزة حصلت عليها على القصة نفسها قبل أن تحول عمل درامي أم العمل الدرامي هو الذي قادك إلى الجائزة نعم يعني وجه تحية من هذه الفضاءات للفنانين جميل عواد وجولية عواد والناقض المعظمين الأردينيين نعم الأستاذ نزيه أبو نضال فقد قام بتحويلها قصة باع الأنتيكا إلى دراما إذاعية وقاما هما بتمثيلها وقدمت دون أن أدري بثت من خلال الإذاع الأردنية؟ لا نقلت يعني شاركت في المهرجان بتونس وبعد أن فازت بجائزة الفضية تصل بي الأستاذ نزيه أبو نضال وأخبرني بذلك فرحته كثيرا لأن القصة تستحق تماما أن تفوز وضربت على الوتر الحساس تتحدث عن بائع أنتيكا يريد أن يبيع كل شيء في متجره حتى أن لديه جدائل جدته فيأتي سائح أجنبي ويساومه على بيعها فيتردد الزوجة ترفض يعني للاحتفاظ بقيمة هذا الأمر وهو يصر وفي النهاية يعني يخضع لبريق الدولارات لكن للأسف بعد أن يقبض ويخرج السائح يفتح باب متجره وتطير الدولارات يعني أفهم أنه هناك رسالة سياسية بهذا نعم رسالة سياسية عربية إنسانية كما تسميها نعم لا يوجد قصة بدون رسالة ولا يوجد عمل بدون رسالة إذن تفت الرسالة من العمل أصبح مجرد كلمات مصفوفة الموثل الموثلين هل علموا بأن هذا العمل القصصي الذي تحول إلى دراما يعني علموا بالجائزة طبعا الجميع علم صحيح أن الجائزة أتت بالدرجة الأولى لإذاعة الأردول نعم وفيما بعد استدعينا وتم تكريمنا أنا كرمت ككاتبة للقصة لكن بني التمثيل والدراما على القصة نعم أنت الآن تمارسين عمل المستشار الثقافي لمنتدر رواد الكبار نعم ودي أن نطلع أنا والجمهور العزيز على المهام التي تقوم بها دكتورة ساحر ملص من خلال هذا الأنوان طبعا أنا أتشرف بأن أكون بهذا المنقع نعم سابقا كنت نائب للمدير التنفيذي الشاعر والناقض رحمه الله عبدالله رضوان رحمة الله عليه نعم أول يبدأ من بداية شهر شباط أو منتصفه وحتى رمضان نعم أثناءها نحضر نعد خطة ثقافية هذه الخطة أكون حريصة لدي لجنة ثقافية تقوم بمساعدتي عادة أضع النقاط الرئيسية بالنسبة للبرنامج الثقافي وأحاول وأرجو الله أن أنجح بمهمتي أن أكون على مستوى يليق بالثقافة نعم يعني أن أتجدد باستمرار فأضع أهم البرامج الثقافية التي ستكون في هذا البرنامج ثم أقوم بالاتصال بالأشخاص المعنيين نطلب منهم للمنتدى أوراق المحاضرات التي سترقى عادة أدير الندوات الثقافية أحاور الموجودين أيضا لدينا كتاب سنوي هو سجل تاريخي يسجل فيه كل ما قمنا من فعاليات خلال السنة طبعا هناك فصل ثاني ينطبق عليه الموضوع نعم يعني المهمة ليست صحة نعم أنا حضرت كثير من نشاطات المنتدى حقيقة نعم يعني هذه شهادة واقعية أجب أن نقولها أن هذا المنتدى منتدى رصين يعني النشاطات التي يقوم بها هي نشاطات نوعية يعني النشاطات لديكم في المنتدى تقام يوميا أم هناك يوم مخصصة لسوء يعني أنا أغلب النشاطات التي حضرتها كان يوم ثلاثة ثلاثة وأحيانا نلجأ اليوم السبت يعني أحيانا يكون لدينا أسبوعيا نشاطين وأحيانا نشاط واحد حسب لكن معظم الأيام يعني السبت والثلاثة وبقية الأيام يعني وبقية الأيام تكون نشاطات اجتماعية نعم يعني اجتماعية أو صحية نعم نشاط الثقافي محصور الثلاثة والسبت نعم أنا مسؤولة عن نشاطات الثقافية نعم النشاطات الأخرى هناك نشاطات اجتماعية سواء رحلات داخلية أو خارجية نعم أيضا يتم عمل إفطارات أو عشاء العائلة أو ما شابه أو حفلات موسيقية الهدف منها طبعا المنتدى منتدى الرواد الكبار يحمل رسالة ومن أسسته السيدة هفاء البشير نعم هدف المنتدى كبار أسل ممن تقاعدوا بدلا من أن يقضوا أوقات المملة في بيوتهم يلتحقوا في المنتدى هذا المكان طبعا هذا لا يمنع أن هناك شباب وشابات المنتدى إنساني لكن الرسالة الأولى التي انطلق منها هذا هل كانت فكرة تأسيس هذا المنتدى أن يتحولها منتدى ثقافي أم فقط أنه يختص بكبار السن؟ أعتقد أو رعاية كبار السن؟ عندما أقيم وعندما استدعي الأستاذ عبدالله ردوان كان الهدف أن يكون جزءا منه ثقافيا جميل الأديبة العربية من أردن الدكتورة ساحر ملص شكرا لك على هذا الحوار الممتع شكرا لك شكرا لك طبعا مساؤكم وتحية شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة ودعوكم للتواصل مع باقي فقرات البرنامج شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة